وفي قصر العزيزي سوزي وهي بتعيط يا ساتر ده ايه العرف ده وحنام بتصرخ يا لهوي ايه ده ايه ده يا بنت اهي اللي بهدلك كده واقعتي في الطينة اطلع اغير هدومي وصباح كانت حتة توقع انما ايه في يا بنت مالك في الشتك عيمك ده ليه مفيش ياما شوفي اللي اي لجمة لحسن هموت من الجوع اللي عوافع عليكم سوزي طلعت ايوه ياما طلعت بتي يا سباه تعالي معايا نحضر الواكل حضر ياما وخديجة باستغرب ده مين ده اللي جاي دلوقتي وروح دخل عليهم بارتباك العوافع عليك ياما اهلني يا اختي خير ايه اللي جابك ابدا كنت جاية تطمن على رحمة وهبة مم همم هو من اول هالكلام الفرخ ده مش دممفروض العروسة متجيش بات العرش وصل ولا انت ما بتفهمش في الأصول عاد ولا بدرها ما كانتش فاضية ربيكي انا بعرف في الأصول زن ياما بس كنت عايزة تطمن علي اخواتي ما فياش حاجة طب يا اختي اطلعي طبعا انت عارف قودة رحمة عن اذنك يما انا عارف ايه اللي عاشبه فيكي الناس بيعر صح وفي شركة سقر ايسم برتباك اظن كده حضرتك عرفت كل حاجة مين البت دي ليه سقر بيه علشان اجيب حاج بنت عمي ما انا قلت لحضرتك ان رفعت عليها قضية وانت فاكرك ديه انك خدت حاجها ده ما يسواش دمعة واحدة من عينيها ولا الخوف اللي عاشت فيه جوصات كل ديه انا ولع فيها الدنيا تمام هدل حضرتك كل المعلومات عنها وتصرف براحتك بس انا عايز رد على طلبي وانت طالب تتجاوز ندى ليه طبعا لعشان اسمك مشكل ديه لا يا صقر بيه انا بحب ندى من زمان بس كنت دايما مأجل الخطوة دي لان كنت بحس انها ما عندهاش نفس الشعور اللي عندي وايه اللي تغير عاد ان اطلب على سنة الله ورسوله ولو في نصيب هنكمل وهبقى اسعد واحد في العالم واذا لو مفيش يبقى ربنا مش رايد وهنسحب من حياتها على طول هاه تمام انا هشوف رأيها ولو وافجت هبلغك على طول وابلغ عمها شكرا شكرا اوى يا صقر بيه مع السلامة مع السلامة وفي الله حاتم كان قاعد بابتسامة وهو بيفتكر تلك العنيدة اللي سيطرت على عقله وفضل يفكر فيها كيف يملك قلبي ذلك المتمردة وشهين دا وهي ماشية بشنتتها انا همشي برضو مصمم انك تسافري ايوها سافر امريكا لاني ما بقتش طيق البلد هنا تمام خلي بالك من نفسك وانا ان شاء الله القضية هتنتهي مع السلامة يا بابا وفضل يبص لها حاتم بحزن ويقاطع رمي التليفون ايوها سوزي بقولك يا حاتم انت لازم تيجي وساعتها اكيد هيفتحوك في موضوع الجوازة دي ولازم تتم واطلع باي حاج انا قرفت هنا ومش طيقة نفسي صاري فاتحني النهاردة في الموضوع ده بجد تم قلت ليش لي يا اخي بكرة هكون عندك وبعدين ما انت قلت انه هيتجاوزك بعد ما يتجاوز روح يبقى خلاص هو في اي حاتم مالك مش طيق لكلمة ليه ولا مش طيق ولا حاجة كل الحكاية ندمغي مشغولة في صباح برضو مش كده ايوة كده وبصراحة بقى البت داخل لدماغي وبفكر تجاوزك انت الجاني انت ولا اي حاتم ايه اللي عجبك فيها عجبني فيها كل حاجة قوية وعنيدة ده الواحد يدوخ وراها بس علشان يسمع منها كلمة حلوة مسهلة يا سوزي وده اللي شديني لها ماشي يا اخويا اشبع بيها سلام سلام وفي تلك الجريدة سقر بغضب فين مدير المخروبة دي خير يا سقر بيه امر انا عايز اعرف مين اللي نشر الخبر ده وعلى اساس ايه يشهر ببنت عمي وعلتي وجبض من مين وعلشان يعملك ده احنا اسفين يا ساري بيه اوعدك اللي نشر الموضوع ده هيتحاسب حساب عسير اتطمن طب اسمع عاد ان الكلام ده نزل في جريدة تانية ولا اي حاجة تانية هولع في الجريدة وفيكم فاهم فاهم يا ساري بيه فاهم وفقودت رحمة انت بتقولي ايه يا وكلة ناسك ارض ايه اللي انت عايزة تشتغل فيها بالقجرة ده انت باي انك تجننتي لا ما تجننتش ده هو ده الصح ولا ايه رأيك يا هبة بصراحة انا رأي انك تطلبي من سجر وترتاحي وتريح حالك من المشاكل برافو عليك يا هبة ده الكلام لا طبعا باي انك تجننتوا عاد شوف انا بقول ايه وانتو بتقولوا ايه ولما سجر يدفع لي تمن كل حاجة كده يحس اني سهلة بضاعة وهو هيشتريها بفلوس غبية الواد بيموت فيك ومستعد يعمل اي حاجة وانا بموت فيه والله لأ انا هشتغل واصرف على نفسي وعلمي لحد ما بجمراته يمجا يعمل اللي هو عاوزه روح انا خايفة عليك يا خيتي انت كده بتتحد سجر وده مصح قليلها يا هبة وش البوم اللي هتخرب على حالها انتو مش فاهمين حاجة واصل ولازم اعرف سجر هيرفض علشان تعبي ولا هيستعر مني وهو ده اللي لازم اعرفه قبل ما بجمرته وفي الاسفل خديجة سجر يا ولدي في حاجات لازم ان يتحددوا فيها بعدين يوم بعدين هو مالو مستعجل كده ليه وفي غرفتنا ده ندى بقلق اتفضل كيف المذاكرة والجامعة؟ زينة يا خوي زينة بس ولسه ما كملتش كلامها ولقت قلم نازل عليها من سقر وندى بدموع يا سجر انا عملت يعد علشان كده شوفي وتفرج كده وجوليلي رأيك ايه؟ والله يا سجر مشانة مشانة دي؟ اخرصي انا طبعا عارف كل التفاصيل دي وعارف انها مش انتي وإلا كنت تاويتك من زمان الجلم ده علشان حتة بيت تعملك فيك كده وكل ده يحصل من غير ما تعرفيني انطقي مش ميستهل يا سجر الحمد لله ربنا وقف معي انا اسف يا سجر انا اسف يا خوي وبتجري على حضنه بدموع غزيرة الحمد لله انك زينة وبخير ربنا يخلك لي يا خوي وروح بمرح وهي بتزق الباب بتيا ندى وحشاني وبتبص مكانها بصدمة على تلك المشهد اللي هو سقر وندى في حضن بعد وفضلت روح وقفة بتعيت ما اسعب ان يكون حبيبك في احضن غيرك وكان بيبص اليها بثقة وبيمدلها ايدها اما ندى فكانت بتمسح دموعها سريعا وبتلتقط انفسها اتفضل يا روح اتفضل يا خيتي انت كمان وحشاني جوي غريبة يعني ما قلتش انت جاية هنا ابدا وانت جاية تطمن على رحمة وهبى وندى واشوفهم لاني توحشتهم جوي ما تشوفيش وحش يا خيتي قعد ارتاحي لا عاد ما لش لازمة ما لش همشى عشان ما تسبش امي لوحدها وندى بتحاول تخفف الاجواء ربنا يخلها لك يا روح والف مبروك يا خيتي الله يبارك فيك اوصل روح واجعلك لسا الكلام بنتنا مخلص تحت امرك يا خوي يلا يا روح وكانوا نزلين على السلم وبتوف قدامهم سوزي بتلع وابتسامة خبيثة انت بقى روح بصراحة كان نفسها تعرف عن لسرقة قلب سقر العزايزي وكانت روح عادة بتبص لها وما كانتش قادرة تتحمل كل الالم ده ايوه انا روح تشرفنا يا هانم ما تقولش يا هانم ما فيش هانم غيرك هنا وبتبص له روح بألم عن اذنك يا سوزي يلا روح وبتمشي روح جنبه وهي مغيبة وبتبص لها سوزي بغيز وغضب وفي الجانب الاخر كانت وقفة صباح وهي بتفكر في حالها وبيخفق قلبها ويخبرها بأنها ليست سيئة لذلك الحد وبيرن تلفونها برسالة وبتبتسم تلقائيا علي فيها كنت زي الامر النهاردة انا اول مرة اكون كده مش قادر اتكلم مع واحدة بجراءة اقف قدامها ومعرف شنطة انت عملت لما حدش قدر يعمله صباح وبتقرب التلفون الى قلبها بسعادة وهي فرحانة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر